كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مباشر من فلسطين ارتقى مئات الشهداء والجرحى المدنيين الذين لجأوا إليه ليحتموا فيه لمكانته الدينية والطبية ولم تكترث حكومة الاحتلال الإسرائيلية بكل ذلك إنها جريمة لا تختفر وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطط كل الخطوط لخوض أطوط الحمراء ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب منذ اليوم الأول للعدوان عملنا على حق ندماء شعبنا وأمام هذه الفاجعة التي حدثت الليلة وحلصا على أبناء شعبنا قررت قطع زيارتي والعودة لأرض الوطن لأكون بين أبناء شعبي في هذه المحنة الكبيرة كما اتفقت مع الأشقاء في الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمان اليوم مع الرئيس بايدن وأدعو الجميع في هذه اللحظات لرص الصفوف والوحدة وعدم حرف البوصلة وعدم الإنجرار للفتن التي لن يستفيد منها إلا أعداء الشعب الفلسطيني خمسة سبعين عاما من المعاناة ومن التشرد والاحتلال والاستيطان والجرائم والانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والعالم في صمت مطبق حذرنا المجتمع الدولي من عواقب جرائم الاحتلال الإسرائيلي وأطالب في هذه اللحظات العصيبة بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا اتخذوا حشرات القرارات للحماية الدولية لشعبنا ولم يطبقوها لأن أمريكا لا تريد أن تطبقها هذا العدوان على أبناء شعبنا يجب أن يتوقف وهذه الجرائم يجب أن تتوقف لن نسمح بنكبة جديدة في القرن الواحد والعشرين ولن نقبل بأن يهجر شعبنا مرة أخرى شعبنا سيبقى صامضا على أرض وطنه ولن نرحل ولن نرحل ولن نرحل مهما بلغت تضحيات سنقوم بكل ما يلزم لوقف حمام الدم في غزة الأبية وفي الضفة الباسلة إن أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد إطلاقا وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته وأن يبادر إلى إصدار قرار بإذانة هذه الجريمة ووقف العدوان فورا ندعو جماهير شعبنا البطل إلى الوحدة والتلاحوم إن اللحظة مصيرية وخطيرة لا يمكن إلا أن تواجه بالوحدة وبالصمود في وجه العدوان الإسرائيلي أتوجه بتحية التقدير لجماهير شعبنا في قطاع غزة البطل وفي كل مكان وأقول لهم إن المخطط الإسرائيلي بتهجيركم من أرض وطننا لن يمر وسنتصدى له بكل السبل ونقدر موقف كل الدول العربية التي رفضت الهجرة والتهجير كل الدول التي تدعو إلى عدم التهجير ولا تسمح به نقدر موقفها شعبنا لن يركم ولن يستسلم وسينتصر الرحمة للشهداء والشفاء للجرحة والحرية للأسرة سنبطى في حالة اجتماع دائم اعتباراً من هذه الليلة لنتخذ القرارات المناسبة من أجل وقف هذه المذابح والمجازر التي ترتكب بحق شعبنا الاجتماعات ستبقى متواصلة لاتخاذ أي قرارات ترونها مناسبة ونطالب العالم الذي وقف دائماً موقف الصمت أن يتحرك آن له أن يتحرك آن له أن يتكلم آن له أن يقول كلمة أم أن يبقى هكذا كأن الشعب الفلسطيني غير موجود وكأن الدمى الفلسطيني لا قيمة له الكل ساكت والكل صامت لا لن نقبل هذا لن نقبل من العالم بعد اليوم هذا ونحن لن نصبت لكن أهم شيء أن نبقى على أرضنا لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد أن يرحلنا من أرضنا كما فعلوا في الماضي الماضي لن يتكرر 48 و 67 لن تتكرر هنا باقونا